قلت لكم في سياق الحديث أن الجزائر فيه من اليوم مشغولة بواحد النصاب اسمه يعقوب هذا النصاب كان ينصب على مسؤوليه يجيب في تليفوناته وتذكروا أنه التصلب لخفوت خبر في التليفزيون التصلب وزير باسم أنه جنرال ينتحب جنرالات عنده عمليات نصب واحدية للوزراء الآن وعضاء في الحكومة فيهم اللي يتواصلوا معه الوساطة وتعرف نفخوا نفخوا وبعد ذلك جابوه بذلك الفيلم الكل يقول أن ما حدث هو عملية جلب من ألمانيا بسبب تأثير الجزائر والاتفاقية كل يقول بالليارهم جابوه بهذه الطريقة معلومات وصلتني من مصدر الموثوق في الجزائر تقول فيه المرومة هو شكل أنا نعطي لكم ماذا أحكيوا قالوا لي بأن هذا الشخص جابوه بالاتفاق معه وهذه كل مصرحية دايرينا وأن هذا الشخص عندما كان في الخارج كان يستعمل فيه بعض الدوائر في رئاسة الجمهورية يستعمل فيه الخبر اللي نشرته النهار قبل على طرد السفير الإماراتي كان من طرفه وكان من طرفه ومن طرف دوائر عنده علاقات مع بعض الدوائر الأمنية الكبير هو اللي خرج الخبر وقبل خرج لهم خبر في التليفزيون عاجل على أنهم مسكوه وخرج لهم كان يشارك على أساس أنه حتى في الأمم المتحدة وهو شاب حسب في العشرينات من عمره كان عاج ظروف اجتماعية سيئة ومستعملية أنا قبل شكك قلت لكم ربما يكون هذا الشخص يقوم بدور استخبارات لكن المعلومة اللي وصلتني اليوم تقول بأنه هذا ما جابوه في إطار أنه تم ترحيله وإلقاء القبض عليه ولا أي شيء انتهت مهمته جابوه وجاء في إطار طائرة الخطوط الجوية الجزائرية وبعد ذلك نزلوها بليمينوت وداروا به هذا الفيلم وربما يجيبوه في تليفزيون يدحدحوه ويجيبوه معلومات وبعد ذلك يختفي ينتهي فيه وستسقط الرؤوس لأنه كان مستعمل في إطار الصراعات لأنهم الآن وش يديروا كان بعض الأشخاص عندهم حضور إعلامي في شبكة التواصل الاجتماعي يستعملوهم بطرق مباشرة وهناك من يستعملونهم بطرق غير مباشرة عن طريق أشخاص يسربوا لهم المعلومات وهناك من هو أصلا يقوم بهذا الدرق لذلك ما وصلني من معلومات على أساس أنه توقيفه وجلبه راه وجابوه في إطار الاتفاق معه لأنه كان عايش حراق وعايش بأسمه مستعارة وكذا 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 وهكذا يقوله سيدي عين ولاة ووزراء وأموال طائلة عنده وعايش واحد البذخ ما عندهش نظير يعني هذا الشخص بهذا البذخ ما قدرش يتزوج حتى مرأة يدير بها الكواغت شوفوا مثلاً أراهات ها هو وظهروه في أحد التلفزيونات خلينا نشوفوه وش يحقوا عليه بعدنا ها هو أمامكم ها هو أمامكم ها هم يقوموا بتصويره اللي هنا يعني بأشياء بمراهق مثل هذا يلعب بوزراء من رأسه وكذا عادي جداً وتلفوناته الغريبة راه حسب مصدر يقوله كل التلفونات منتع كبار المسؤولين حتى انتع تبون شخصياً عنه تلفونات شخصياً منتع عائلة تبون انتع ولادهم منتع كبار المسؤولين الغريبة لما اتصل بوزير نعم لما اتصل بوزير وزير من هذا الوزير اللي اتصل به انتع الإعلان راه وشوف الوزارات حسب مصادر يتقول بأنهم عندهم أرقام خاصة أرقام خاصة يعني ما يجيش باب السيشيفر ستة أرقام الرقم العادي يجيب رقم خاص هو جاه من الرقم الخاص اللي يستعملوه كبار المسؤولين يعني اللي مشكون اللي يفوتوا وشكون اللي خلاه عاية من الخارج يتصل وبعد يخرج الرقم تاعة الاتصال من مكتب مدير أمن الجيش ويتحدث باسم مدير أمن الجيش مع الوزير كين دوائر يا جماعة كين دوائر خدموا به خدموا به وأسقطوا به كثير من الرؤوس ثم جابوه على أساس أن الجزائر عندها تأثير وجابوه في ظروف يراهم حسين بحرج كبير تجاه ما يعرف غز جابوه ديروبيد فيلم هذا يعني ما هو هذا الصيد الثمين هل هذا إرهابي عالمي؟ هذا مجرد حسب ما سأقول مجرد نصاب ينصبه لو يستعمل في التليفونات والاتصالات استعمل بعض لأنه أشهر أذكى الناس على كثير من خبراء علم الاجتماع يقول لكم النصابي يقدروا يتماهوا مع كل شخصية وكذا وكذا هذا يعني هل هذا خبر التليفزيون الجزائري يحكي عليه التليفزيون القنوات الكلة الوكالة الأنباء وكذا 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 يحكوا عليه بهذه الطريقة أمر عادي لا جابوه في وقت حتاجوا حتاجوا إلى شيء آخر يسغلوا به الناس لأنه قضية فلسطينة حطتهم في موقف عارج وصح الديره أنتم لأنهم عندهم مدة وهم يرفعوا من سقف الشعرات تجاه فلسطين دور تنبو لم يجد حل كذا كذا حل الدولة منذ أيام فقط كان في الأمم المتحدة يرافع من أجل حل الدولة والجزائر ستعمل حتى تدخل فلسطين إلى الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية تجي هذه الحادثة تحطه في حراج لا نظير له فدارك هذا الفيديو لذلك مصدري وهذا الذي أعرفه عن هذا المصدر أنه قال لي بأن ما حدث لاه توقيف من طرف الأجهزة الاستخباراتية والأمن الخارجي هم هم قال لي جابوه بوليسية طعا عناصر شرطة وهذا عمل من المفروض لو كان عمل استخباراتي كبير رهوا الأمن الخارجي اللي يقوم بها وإذا قام بها الأمن الخارجي وعليش مخفينوا وردوها لعناصر الشرطة شوف نقول هلكم ما جابوا حتى واحد عن طريق تأثير الدولة الجزائية محمد عبد الله ومحمد بن حليمة جابوهم عن طريق استغلال فرص هم اللي اعطوها لهم بسبب محيطهم هم يقول هلكم محمد عبد الله وقعوا لفخ صحابوا اللي كانوا يجيبوا فيه محمد عبد الله رفضوا للجوء بسبب أنه هو طالب اللجوء في إسبانيا وسافر إلى باريس حذر واحد المظاهرة انتعى الحركة الشعبية جهات استخباراتية كشفت صور ثم أرسلتها عن طريق جهات ما إلى الإدارة المعنية بخضية اللجوء خلاص يرفض اللجوء تعني أنه غادر الطراب الإسباني من دون موافقة وظهر علانية في فيديوهاتي هكذا وقعد هيرب تم دبر عليه واحد منهم قالوا روح سلم نفسك وبعد ذلك نحركوا المنظمات الدولية وبعد ذلك نفرضوا عليهم يطلقوا صراحك وبقاون رحلوك الدولة أوروبية أخرى دول اللجوء هكذا شفت مسكينه واشصرا فيه وراه عائلته في إسبانيا الله يعلم بحاله محمد بن حليمة جابوا له جواز مزور من تركيا وثم دوه للبرتوغال التحكم من ثم وبعد ذلك هو راجع من البرتوغال تم التبليغ عليه عن طريق مكالمة وهمية من طرف جهة مجهولة بلغت الأجهزة الأمنية على أساس أنه كين واحد هارب من العدالة وهارب من البرتوغال وراهوا في الطريق الفلاني وعطاولهم مطريكين للسيارة ومسكوه وانتهى به المشوار إلى الترحيل ودح دحوه في التلفزيونات الله يفك غلبه مسكين وأمه راهي في حالة يرثله والأخرين هذك اللي انتع سنطراك قبل مسكاته الإمارات في لحظة وشي سموه وجابوه قرميت بونويرا راهوا وصل ثم وليتواصلوا معاه كانوا يتواصلوا معاه يخذوا منه المعلومات ما قد ملوش حتى خدموا على الأقل يهرب لليونان ومليونان إذا ما طلبش اللجوء السياسي في اليونان يمكن أن يصل إلى أي دولة أوروبية أخرى أو يعيش معه يوصل حتى الفرنسا يعيش عادي خلوه ثم وبعد ذلك سربوا المعلومات إلى بعض الجهات تكلمت عليه تحركت الجزائر جاباته من طرف تركي واتصال هاتفي أنا ذاك رجع من أردوغان من تبون إلى أردوغان فاستلم هذا ما جابوه لا بأجهزة ولا يعزنوا هذا راه كان يطلق على حسب الروايات لكن الحقيقة هو أنه كان يخدم لصالح دائرة معينة وجابوه عن طريق الاتفاق عن طريق الاتفاق يا ناس معاه مع دوائر معينة لذلك هذا اللي شفته كل فيلم وتم تفجيره في هذه الظروف للتغطية على عورة النظام الجسائري مع ما يحدث في غزة وفلسطين هذا أرادوا إشغال الناس وفي الموضوع راح يحسب معلومات وصلتني راح يحضروا فيه راح يفوتوه دح دوح في هذه الأيام وروح يفوتوه ويديروا عنهم يلفتوا وبالغوا في أمره لا نتفاش شاب صغير مراهق مثل هذا يتصلوا بوزراء ويقولهم راح نعيلكم في مناصم وما إلى ذلك كذا وهو كان لحن معناه كان في السلطة وله كان يتصل تلفناه معناه راح كاين في دوائر في دوائر معينة في السلطة من يتصل بهم هم اللي فوتولوا الوزراء وفوتولوا الحكومات وكذا بل أنه يتلقون بعض يعني رحم ما هدوله العملية في بعض الإدارات وبعد ذلك يتصل بهم لذلك معلوماتي التي وصلتني من مصادر موثوقة أنه هذا فيلم متفق عليه ولما تشوفوا ملامحه وتشوفوا كيفاش نزل وتشوفوا التصرفات متاعه ما تحيش بأنه نصاب خايف مرعوب وفي رقبته قضايا كبيرة أنا أعطيت فيديو متاعه لواحد الأطباء النفسانيين قال لهذا الشخص ما عنده حتى خوف إما شجاع بلغ منتهى الشجاعة أو أنه الأمور رهي فيه هكذا قال لي يعني ما هوش واحد لما تجيبه ونصاب مثل هذا وكان يلعب بأسماء الوزراء ويلعب حتى بضباط المخابرات ويمشي لبلد مثل الجزائر لتسلخ جلود المعتقلين ومخفرها بتاعت عذيب ليس عادي كذا وأحيانا يبتسم ومكان حتى الشيء يعني يا جماعة الأفلام روحوا وشوفوا محمد عبد الله ومحمد بن حليمة ما لمحهم ما لمحهم كيفاش كانوا محمد بن حليمة وفي الطيارة صراط له عمليات هستيريا كان يسب فيه أحد أصدقائه اللي كانوا مقربين منه وكانوا يخدموا معه كان يسب فيها وصابه واحد نوبة وكهبط ملام حباين خايف ومرعوه وحتى في الاعترافات نتاعه وعاضح أما هذا ما كان شعليه حتى علامات خوف أوقفوا علينا هذه المهازل وهذه الأفلام اللي أراكم والله بهدلتوا بالجزائر والجزائرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة